يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بتعاون مع جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مؤتمره العلمي السنوي تحت عنوان صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين وذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين وسيكون هذا المؤتمر فرصة جيدة لتبادل الخبرات ودراسة المستجدات والبحث عن الآليات في موضوع شديد الأهمية وهو صنع السياسات الاقتصادية في وقت تزداد فيه المشكلات والتحديات الاقليمية والعالمية والمتمثلة في الصراعات السياسية والتغيرات المناخية وضعف سلاسل الإمداد العالمية وأزمات الطاقة ونقص الغداء وشوح المياه وغيرها من ناحية وتنعدم أو تقل فيه رؤية من حيث قلت البيانات والمعلومات من ناحية أخرى